ده جدل واسع جداً على السوشيال ميديا لكن أنا عندي كلمة في هذا العمر ده فيلم موجود على منصة المنصة دي مدفوعة باشتراك أنت تتفرج عليه أو ما تتفرجش عليه تسمح لولادك يتفرجوا عليه أو ما يتفرجوش عليه ده اختيارك دي أول حاجة تاني حاجة أنا بختلف مع قصة محاولة التطبيع مع المثلية الجنسية بختلف معايا بشكل واضح يعني ممكن حاجات تانية أكون أكثر سماحة فيها لكن دي موضوع بيضيقني بيزعجني يعني منفر جداً يمكن هو ده الجزء الوحيد من الفيلم اللي أنا انزعجت منه لكن غير كده باقي الفيلم بيتكلم على علاقات وخيانات وقصص يعني ممكن أن أنت تختلف معاها تتفرج معاها تتفرج عليه كفيلم درامي فكل ده تقدر أن أنت تشوفه بشكل نقدي مثلاً لكن مش لازم يكون فيه فكرة أن احنا نحجب ناتفلكس نقفل كذا نعمل كذا حنلاقيه طلع لنا في حتة تانية الرقابة يجب أن تكون رقابة النفس يعني أن أنت وانت بتتفرج أنت واعي جداً لما تشاهده واعي جداً للشبكة دي مثلاً بتعمله واعي جداً لللي بتحاول أنها يعني تدخله ضمن عقلك ولكن الفيلم كعمل فني ممكن تختلف على فكرة أو تتطفق ما أنا شفت مونة كانت حيلة جداً كممثلة عملت دور مهم جداً إياد عمل دور مهم جداً كممثل الاتنين عملوا أدوار مهمة نادين لبكي كانت عظيمة في دورها عادل كرم كان دوره من أهم أدواره أنا شفت الممثلين كانوا في أفضل حالاتهم الفيلم فيه جدل واسع جريء لكن هي فكرة أنه هو بيصدر قيم مختلفة أو ممكن تكون قيم مختلفة فعلاً لكن أنت اللي تفتح تتفرج عليه أو ما تتفرجش أنت اللي تقتنع أو ما تقتنعش أنا خرجت من الفيلم ده بتناقش فيه مع أصحابي عن حاجات كتيرة عن تربية الولاد عن خيانات عن كذا عن كذا فيه جدل واسع حول الفيلم لكن فكرة المنع أظن أن الحاجب والمنع دي أصبحت قصة قديمة جداً وخلص نخرج فاصل من الأرد